موسيقى أهلا بكم في حصادنا الإخباري لهذا اليوم والبداية بأهم العنوين كوبلر يرحب ببدء المجلس الأعلى للدولة التحضير لعفض أولى جلساته وصوان يدعو كافة الأطراف إلى المضي في تنفيذ مخرجات الحوار موسيقى بعد توقف المعارك مع ما يعرف بتنظيم الدولة المجلس البلدي سبراطة يعلن التخلص من بقايا التنظيم بالمدينة موسيقى تبادل المحتجزين بين قبيلتي أتبو والتوارك برعاية القوة المحايدة في أوباري موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت تلك أبرز العنوين وإلى تفاصيلها رحب المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتين كوبلر بعقد جلسة المجلس الأعلى للدولة بمشاركة أعضاء من المؤتمر الوطني الجمعة واعتبر كوبلر في منشور على موقع البعث الرسمي أن الاجتماع خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح داعيا بقية أعضاء المؤتمر إلى الانضمام لجلسات المجلس التي تنعقد هذه الأيام بترابلس تحضيرا للجلسة الرسمية الأولى وكان أربعون عضوا برئاسة عبد الرحمن الشاطر عقدوا الإربعاء الماضي جلسة تحضيرية بترابلس خطوات من الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق السياسي الليبي لتطبيقه على أرض الواقع وإنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد من خلال مباشرة حكومة الوفاق أعمالها بعد منحها الثقة رغم التعقيدات التي طرأت على المشهد الليبي إلا أن هناك مساع حثيثة تبدل لحل حالتها وهو مجلس الدولة يخطو خطوة وصفتها الأمم المتحدة بالشجاعة وإنها في الاتجاه الصحيح بعيد الجلسات التحضيرية التي قام بها المجلس ووصل نصابها لأربعين عضوا تمهيدا لعقد أولى جلساته الرسمية نمنح الفرصة لهذه الحكومة ولهذا المجلس الرئاسي نضع اليد باليد الكتف على الكتف لننقذ بلدنا وننضي الأمام خصوصا أن في ليبيا ليست هناك أزمات عميقة أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة يقول إن هناك مشاورات مكتفة تجرى بين الأعضاء وإن العدد المسجل يفوق الستين عضوا وعدد كبير ينتظر الإعلان الرسمية للجلسات ليلتحق بها نؤكد نحن أعضاء مجلس النواب الموقعين في الجهة المقابلة يقف نحو مئة نائب في مجلس النواب داعمين لحكومة الوفاق الوطني مستنكرين قيام البعض بنشر الفوضى والترهيب والتهديد داخل البرلمان لإفشال منح الثقة للحكومة وفق مصالحهم الخاصة وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع دعوات من رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوال لكافة الأطراف إلى المضي قدما في تنفيذ مخرجات الحوار وعدم التمسك بالجزئيات الشخلية لأن المواطن الليبي هو من يدفع الثمن الأكبر جراء تداعيات هذه الأزمة تصريحات ومواقف غربية رسمية تؤكد على دعم ومساعي حكومة الوفاق الوطني والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا يبدي تعهد بلاده وحرصها على دعم ونجاح العملية السياسية في البلاد ومن جانبها طالبت بعتة الاتحاد الأوروبي رئيس مجلس النواب بإقرار موافقة غالبية أعضاء المجلس على حكومة الوفاق الوطني والبرنامج الحكومي ويرى مراقبون دوليون بأن الأحداث المتسارعة في ليبيا تنذر بخطر الدولة الفاشلة ما لم تتوحد الأطراف السياسية على حكومة واحدة تنقذ الوطن دعا رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان كافة الأطراف إلى المضي في تنفيذ مخرجات الحوار وعدم التمسك بالجزئيات الشكلية خاصة في ظل تمدد الإرهاب في ليبيا والمنطقة بأسرها موضحا أن المواطن الليبي هو من يدفع الثمن الأكبر جراء تداعيات هذه الأزمة صوان وأثناء لقاء جمعه بالسفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر باد طالب المجتمع الدولي بوضع حد للدور السلبي الذي تقوم به دول إقليمية من خلال تدخلها في شأن الليبي وقيامها بخلط للأوراق وعرقلتها للوصول إلى حل للأزمة جدد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا وأوضح وزير الدفاع في تصريح صحفي في زيارة له إلى المعبر الحدودي راسجدير أن بلاده مع إيجاد حل سياسي في ليبيا يقوم على إرساء حكومة وحدة وطنية ذات سيادة يكون مقرها طرابلس وقادرة على قيادة البلاد وتأمين حدودها والسيطرة على الوضع وفي هذا السياق قال إن تونس ستساعد الحكومة الليبية الجديدة فور المصادقة عليها من مجلس النواب وسنقيم معها علاقات طيبة مشيرا إلى أن بلاده ترفض التدخل العسكري المحتمل في ليبيا رحب سفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في بيان لهم تأييد أعضاء مجلس بمجلس النواب لحكومة الوفاق الوطني التي اقترحها المجلس الرئاسي مطالبين في بيانهم رئيس مجلس النواب بإقرار موافقة غالبية أعضاء المجلس على الحكومة والبرنامج الحكومي لها كما أعرب السفراء عن قلق البعثة من التهديدات بالعنف والترهيب ضد أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب مؤكدنا على الحاجة الملحة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولتوفير الأمن والاستقرار في ليبيا أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حديث له عقب اجتماع مع فريق الأمن القومي أن استهداف عناصر تنظيم الدولة في ليبيا دليل على أن الولايات المتحدة ستلاحق التنظيم في كل مكان مؤكدا أن الحملة على التنظيم مستمرة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده ستظل داعمة لجهود الليبيين للوصول إلى حكومة وفاق وطني في ليبيا على حد قوله أكد أحد أعضاء الهيئة التأسيسية لسياغة الدستور السبت وصول أربعة من الأعضاء المقاطعين لحضور جلسات الهيئة برئاسة نائب الرئيس الجلان الرحومة موضحا بأن عدد الحضور الكلي لجلسة اليوم هو 27 عضوا من أصل 56 عضو وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بنقل الجلسات إلى سلطنة عمان ونفى حضور رئيس هيئة الدستور علي الطرهوني الجلسة وقال إن الأعضاء المقاطعين من الغرب الليبي رفضوا الحضور لمدينة البيضاء واعتبر المصدر أن مسودة لجنة العمل لا قيمة لها إلا إذا اعتمدت من الهيئة حاثا الأعضاء المقاطعين للحضور والمشاركة بالحذف والتعديل في مواد المسودة المنقحة عادت الحركة تدريجيا إلى مدينة سبراطا بعد إحكام الثوار السيطرة عليها وبعد أيام عصيبة من المواجهات مع أناصر تنظيم الدولة معارك انتهت بدحر التنظيم خارج المدينة وإلحاقه خسائر فادحة سكت صوت الرصاص في مدينة سبراطا وبدأت تعود مظاهر الحياة للمدينة تدريجيا بعد أن سيطر تنظيم الدولة في وقت سابق على مديرية الأمن وقيامه بمجازرة راح ضحيتها العشرات من أبناء المدينة وخلال الساعات الماضية تمكنت قوات الثوار من دحل التنظيم بعد معارك عنيفة أوقعت عشرات القتل في صفوفه وأسر عدد من قادته البريزين وفي خضم هذه المعارك واحتدامها ضد التنظيم تيلة الساعات الأخيرة تعالت نداءات الاستغاثة من ثوار المدينة لحكومة الإنقاذ بهدف دعمهم عسكريا بعد أن اشتدت المعارك ضد الجماعات الإرهابية غير أن الحكومة والمؤتمر الوطني اكتفيا كالعادة بإصدار بيانات الدعم طرقنا أبواب المؤتمر، طرقنا أبواب البرلمان، طرقنا أبواب الحكومة ما خلينا من دعونا ومن كلمنا الخطأ لا تجاوب، نحن الآن كارتة تعب بأكثر من ثلاثين شهيد وأكثر من ستين جريح خلال ثلاثة أيام، وكأن صبراطة في منأة عن هذه الدولة، كأن صبراطة في دولة أخرى خطورة الوضع ونوايا التنظيم السيئة دفعت باستجابة ثوار عدد من المدن المجاورة لنداءات ثوار صبراطة وهو ما سرع في إنهاء المعركة رسميا مع تواصل عمليات تمشيط خفيفة للمنطقة بفضل جهود ثوار البواسل وثوار المنطقة الغربية بصفة عامة وبفضل أحرار من جميع هذه المنطقة تم القضاء على تنظيم الدولة الفاسد في مدينة صبراطة وتجري عمليات التمشيط من مكان إلى آخر انتهاء هذه المعركة في صبراطة ليس بالضرورة انتهاء خطر الجماعات الأرهابية حيث حذر عدد من قادة الثوار من انتقال بقايا التنظيم إلى مدن أخرى وهو ما يستوجب مزيدا من الحيطة واليقظة أحذر إخواننا في المناطق المجاورة من وجود بعض هذه التنظيمات ربما يكون بعض هذه الفلول ذاهبت إلى بعض المناطق المجاورة وأتمنى من ثوان البواسل اليقظة والحذر التعاطي مع أحداث صبراطة على المستويين الرسمي والشعبي عكس الإرادة الحقيقية لكافة الأطراف في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي وأبرز السورة الحقيقية لتنظيم كان يتوقع أن يجد موطئ قدما له بين أهل ليبيا أجرت كاميرا بانوراما استطلاعا لأراء المواطنين حول تلكء مواقف كل من حكومة الإنقاذ الوطني والمؤتمر الوطني العام تجاه ما شهدته عدة مدن ليبيا من أحداث وخاصة الأخيرة بمدينة صبراطة والتي اندلعت فيها معارك عنيفة بين كتائب ثوار المدينة والمنطقة الغربية مع ما يعرفوا بتنظيم الدولة نتابع يغني في جهة فالحاجات هذه اللي هما شايفينها مش هيديروا لها أحل إنه صعب إنهم هما يديروا لها أحل إنهم هما مش متحدين مع بعضهم لما يتحدوا هما يمكن يمشوا لداعش ولا هذا اللي بيسمى يعني بالتنظيم الإسلامي لكن هما مش متوحدين لا توقع على النظام السابق يعني أنتش النزاعة منها نزاعة منها راهو القردافي وأولادها وباقي النظام بتاعة 42 سنة يعني يخطبوط مازال متفرع ومازال قاعد بدأ بنا الشعب الليبي كله يتوحد ويكون يد وحده والقضاء على هذه العصابات الرهبية يفروض إنه إحنا والذي توهمنا أن الوحده القلوب ولوقفه ضد عدوه كبير ضد البلد كلها ضد ليبيا كلها ما هوش ضد صبراتها بس أو بنغازي بس أو أي المكان بفرود نحتوي الموقف هذا وكله لوك في يد واحدة مع بعضنا لوك في يد بيد والعاونوا بعضنا ونطعوا بأي الحاجة نقضب البلاد هذه إن شاء الله المؤتمر الوطني العام وحكومة الأنقاد الوطني إن شاء الله بيعون الله تعالى بعيو بأن أكثر من تسعة آلاف شخص من الموالين لحفتر لقوا نحبهم منذ انطلاق ما يسمى بعملية الكرامة وحتى الآن بعيو عبر صفحتها الشخصية أضافت بأنه وحسب تقرير رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب أنه أكثر من سبعة آلاف مدني وألف وسبعمائة عسكري قتلوا وأكثر من واحد وعشرين ألف جريح منذ بداية العمليات ببنغازي أصدر حفتر أمرا إلى آمر المنطقة العسكرية بنغازي بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية تسعة أجهزة أمنية داخل المدينة لغرض إحكام السيطرة الأمنية على مداخل المدينة ونشر الدوريات وضبط البوابات وجمع المعلومات وأعطى اللجنة حرية التنصيق مع كل الجهات العامة والاستعانة بمن تراه مناسب ويشار إلى أن الأجهزة المشار إليها هي مديرية أمن بنغازي والشرطة العسكرية وفرع الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز المخابرات العامة وفرع الأمن الداخلي وفرع الأدلة الجنائية وفرع مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي ورئيس قسم المرور وإدارة الحماية المدنية والدفاع المدني خرجت مساء الجمعة مظاهرة بميدان الشهداء بالعاصمة ترابلوس تحت شعار النفير النفير لنصرة ثوار التكبير حيث أعلن المتظاهرون عن دعمهم للثوار المرابطين في بنغازي وصبرطة كما طالب المتظاهرون الحكومة دعم كتائب وسرايا الثوار التي تتصدى لمشروع الإنقلاب أوضاع صحية غاية في السوء تمر بها مستشفيات بنغازي ما دفع بالمجلس البلدي بنغازي بتكثيف الاتصالات بحكومة اثني طالبا منها الحضور للوقوف على حال المدينة مزيدا في هذا التقرير لن تتوقف الاشتباكات في بنغازي ولا زالت وطيرتها مستمرة في بعض المحاور وما زالت مستشفيات المدينة تستقبل العشرات بين قتيل وجريح وباتت عاجزة أمام هذه الأعداد فمستشفى الجلاء أعلن حالة الطوارئ القصوى جراء الأعداد الكبيرة من الجرح والقتل الذين جربوا إلى المستشفى لكن الملفت في الأمر هو تصريحات وزير الداخلية بحكومة الثني محمد الفاخري الذي صرح بأن حفتر قد حدد الاثنين القادم نهاية للمعارك في بنغازي وحسمها قيادة العامة للقوات المسلحة حددت يوم الاثنين القادم هو نهاية معارك يوم الاثنين بإذن الله تعالى ستبسط القوات المسلحة ورجال الأمن الداخلية السيطرة على بنغازي الكبرى مصادر طبية من بنغازي أكدت وجود عشر جثث مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها في مستشفى 1200 ولا تزال ظاهرة حرق بيوت المواطنين في تصاعد فقد سجلت حالات لحرق أكثر من خمسين بيتا من بيوت المدنيين بمنطقة الليثي وكذلك حملة سلب ونهب ومداهمات الهلال الأحمر الليبي وجه نداء لإهال بنغازي للتبرع بالدم بسبب كثرة عدد الجرح في المواجهات التي تجادها المدينة حيث أعلن أن هناك نقصا وصفه بالحاد ووجه المجلس البلدي بنغازي نداء عاجل لحكومة الثني بضرورة الحضور إلى مدينة بنغازي كما أكد المجلس البلدي أنه توقع في الفترة الماضية أن يتواصل مجلس الوزراء مع البلدية للاطمئنان على الناس والمدينة وعقد اجتماعات للوقوف على حالها والأوضاع الإنسانية فيها وشهد مطار برج العرب الإسكندرية تزاحما من قبل جنود حفتر الذين توافدوا للعلاج وأغلبوا الحالات بين بتر وإعاقات ولم يتم استقبالهم بل لا زالوا عالقين في المطار في انتظار من يرى في أمرهم احتفل المجلس البلدي سبهة بالعيد الخامس لثورة السابع عشر من فبراير بالمسرح الشعبي بالمدينة وسط حضور رسمي وشعبي مؤكدين أن مدينة سبهة بالرغم من الأحداث التي حاولت وقف الاحتفالات لأهل المدينة بالعيد الخامس للثورة مؤكدين استمرارهم في إحياء ذكرى فبراير التي ضحى في سبيلها أبناء الوطن أنت الحب الغالي رغم الجراح تطل سبهة في الدكرة الخامسة للثورة بحلتها البهية حاملة مش على الأمل منيرة ومستنيرة بتورة السابع عشر من فبراير مترحمة على شهدائها في فبراير الفين وستة عشر وكافة شهداء الوطن نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير ثورة التضحيات التي بدل فيها شبابنا أرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية التي روت اقتراب هذا الوطن ليعمى العدل والأمان والتنمية والرخاء ربوع البلاد معلنة الوقوف بكل حزم بسواعد أبنائها في وجه المخربين الذين يذكون نار الفتن ويفتعلون الفوضى والأزمات واحتفالنا هذه السنة 2016 ما هو إلا تحدي لمن يتربصون بنا ويكيدون لنا المكائب بالأمس القريب سقطت المدابع الهاون على أناس أبرياء يحتفلون بهذه المناسبة ليلة السابع عشر من فبراير 2016 نرجو من الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا جميعاً وذد المحاولات اليائسة والجبانة التي مراراً وتكراراً كانت تحاول عرقلة مسيرة الوطن نحو الاستقرار والإصلاح هناك من يقومون بتخريب هذه البلاد وتسبيب الفتنة والمشاكل إننا لا يمكن أن نسمح بهذه المشاكل أن تقوم في منطقتنا وخرج أهل مدينة سبهة محتفلين رافعين شعار التحدي والتصدي لمن يتربصون بهذا الوطن وهذه المدينة مؤكدين رغم المحن والشدائد على إيصال هذه الثورة إلى بر الأمان لصنع السلام والحرية والعدل ورحم الله شهدائك يا سبهة استنكر عدد من أمهات وأسر الشهداء بمدينة سبهة في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي ما تعرضت له المدينة من قصف عشوائي من قصف عشوائي بقذائف الهاون على منازل المواطنين الأمنين والذي أسفر عن سقوط عدد من المواطنين الأبرياء وجرح آخرين بالإضافة إلى تضرر ممتلكاتهم مطالبين في بيان لهن الجهات الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتهم تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة بالمدينة كما حملنا في بيانهن الجهات الأمنية نفسها المسؤولية أو مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الآونة الأخيرة بعد سقوط قتلى وجرح جراء سقوط قذيفة هون استهدفت المدنيين في الاحتفالات بالذكرى الخامسة لثورة السابع عشر من فبراير نحن أمهات وأسر الشهداء وحرائر سبهة نستنكر ونستهجن الأعمال الإجرامية والقصف العشوائي بقذائف الهاون المحرم دوليا على أحياء ومنازل الأمنين ونترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا يوم الاحتفالية بالذكرى الخامسة لتورة السبع عشر فبراير المجيدة الله أكبر الله أكبر وإنما حصل في هذا اليوم يؤكد على عدم تحرير البلاد من الأزلام وأتباع اللانظام السابق وأندل على شيء فإنما يدل على إخفاق وانتكاس جميع المسؤولين في إحلال الأمن والأمان داخل المدينة من مديرية الأمن والمجلس البلدي واللواء السادس وقوة الردع الخاصة والقوة الثالثة مصرف الدم بمدينة سبهة على الرغم من مستوى الخدمات الجيدة التي يقدمها إلا إنه يفتقد ومنذ إنشائه إلى وجود مبنى خاص به ويشغل مصرف الدم الطابق الثاني في مبنى للمختبر الطبي المرجعي مرسلنا محمد البكوش من سبهة أعد لنا هذا التقرير نصف قرن مرت على إنشاء هذا المبنى الذي يحتوي المختبر ومصرف الدم المركزي في مدينة سبهة حيث يواجه العاملين مشكلة تتعلق بهذا المكان وهي عدم استعابه للعديد من الأجهزة الطبية التي تحتاج إلى مساحة كبيرة طبعا جل مشاكلنا تقف عند عدم وجود مكان لمصرف الدم المركزي سبهة حيث نحن نستغل الدور الثاني للمختبر الطبي المرجعي ما يقارب على تقريبا ست غرف فنية وغرفتين إدارية فهذا السبب من هنا نجد أن هناك إشكالية كبيرة لتقديم خدمات للمواطن الليبي في الجنوب بالكامل حيث أن مصرف الدم يقدم جل خدماته لجل مناطق الجنوب نمسكها من الشاطي إلى وباري إلى مرزق إلى سبهة لعدم وجود المكان طبعا هناك مجموعة من المعامل لم يتم فتحها حتى هذه الساعة طالبنا جهات ذات الاختصاص بتوفير مقر أو استحداث أو بناء مقر لمصرف الدم وإلى هذه اللحظة لم نلقى أي دعم أو توفير أي مكان لمصرف الدم بسبب ضيق هذا المكان تم ركن العديد من المعدات الطبية واستغلت الممرات داخل مركز الدم واستراحة السلم لوضع بعض الأجهزة ومعدات التشغيل جهاز فحص البكتيريا وبعض الأجهزة والمعدات المتعلقة به أصبحت صورة فقط دون أن يتمكن العاملين من تشغيلها والأسباب تعود لضيق المكان أجهزة الكشف عن الفصائل الدموية آليا هي أيضا غير مستعملة وهنا تضطر إحدى العاملات في مركز الدم إلى اللجوء إلى استخدام الطريقة اليدوية لفصل الدم بدلا من استخدام أجهزة الفصائل الآلي والمتوفرة أهم المشاكل الأول شي ضيق المكان زي ما تشوفوا وضعية المكان مفروضة يفطر يكون مكتب خاص للفنيين مستقل بحد ذاته بالإضافة للتلاجات الموجودة عندنا لازم تكون في حجرة خاصة بها حجرة خاصة بها لأن السوق بيأثر على أداء الفنيين يطالب العاملين بمركز الدم بضرورة توفير مكان واسع ومناسب حتى يتمكنوا من تقديم خدمة على مستوى جيد للمواطن وتشغيل كل هذه الأجهزة التي بدأت تفقد جزءا من صلاحيتها محمد البقوش ليبيا بانوراما مدينة سبه شهدت مدينة أوباري ليلة البارحة إتمام عملية تبادل المحتجزين بين قبيلتي التبو والتوارق برعاية القوة المحايدة بالمدينة والمنفذة لاتفاق المصالح الموقع بين الجانبين بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر نوفمبر العام الماضي المزيد من التفاصيل في هذا التقرير بعد انتهاء القوة المحايدة من استلام المواقع العسكرية بين طرفي الصراع بمدينة أوباري أطلق ليلة أمس الجمعة صرح المحتجزين بين التبو والتوارق بالمدينة عبر وساطة القوة المحايدة المخولة بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي بقطر والذي كان من بين بنوده تبادل المحتجزين الذين تم أسرهم في معارك سابقة بين الجانبين التباوي والتارقي وقع الجل بالدم تاريخ يسر هذا الكلام هذا فلذلك الإخوان حشيها المندين التوارق على وجونا هاو دوا جابونا مرضنا التوارق وفوا معنا بعد ساعات قليلة من إنهاء تبادل المحتجزين لقد تبادلوا ترحيب الطرفين وأزل الستار عن صفحة دموية وحارقة بين التبو والتوارق بشرة نزفها إلى أهلنا في الجنوب في منطقة وباري خاصة والجنوب عامة لأننا قد قوينا وأزلنا ستار صفحة من صفحات التي كانت تؤرق المواطنين سواء من الطوارق أو من التبو وهي تضيئة تبادل الأسرى أكد لك أن تم اليوم تبادل الأسرى والمحجزين بين التوارق والتبو وأعلان وقف البيان للوقف الأكثر ودائم للحرب جميع المكونات أن الحرب صوبار انتهت وأن كل المكونات يسعون إلى السلم والاستقرار والأمن وبناء البواري ويرى مراقبون أن تبادل المحتجزين خطوة مهمة ومفصلية تترجم رغبة الطرفين في إنهاء الحرب وفي عودة الاستقرار إذا ميزا الحق من الباطل في حرب دامت عاما ونصف العام خسر فيها الجانبان وفقدوا الكثير من الأرواح بعد عام ونصف العام من الاقتتال وسفك الدماء بين أخوة الدين والوطن والأرض يتقدم التبو والطوارق بثبات لإعادة الاستقرار والأمن إلى أباري على أمل أن تستعيد الحياة بريقها بعد صفحة من النزاع حصدنا متواصل وفيه بعد الفاصل مشاركة 25 مدينة من مختلف مناطق ليبيا بمهرجان التراث الليبي ببلدية تاجراء المجلس البلدي سوق الجمعة ينظم مسابقة أطفال ليبيا للمبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أقام مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم بمدينة درنة معرضا بعنوان التظاهر الأولى لمبدعي التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية وأقيم المعرض بمدرسة أم المؤمنين وشارك فيه عدد من المصورين والفنانين من المدينة بالإضافة إلى مشاركة فرقة تهتم بالموروث الشعبي وشهد المعرض حضورا لفتا من المهتمين بمجال التصوير والفن التشكيلي ووزعت على المشاركين في التظاهرة شهادات التقدير من اللجنة المنظمة الحمد لله كيف نشوف المعرض قاعد أمامك يعني فيها فنون تشكيلية وصورة تغرافية ومدخلنا المبطنيات الشعبية وفضل الله وتخلون الله كيف نشوفه وإن شاء الله نتمنى في هذا المعرض أن نعطي صورة جيدة في المدينة نعطي الصغافة نعطي الميك غالاري نعطي السكاي بلاشر فن الصورة فن اللون ونتمنى أن نكون معرض متواصلة جدا إن شاء الله نظمت بلدية تاجورا معرضا للثورات الليبي شاركت فيه أكثر من 25 مدينة من مختلف مناطق ليبيا حيث انطلق المعرض تحت شعار تراثنا أصل وحدتنا وأمتنا وسلامتنا المزيد في التقرير التالي في إطلالة على الأصالة والتاريخ اجتمعت في بلدية تاجورا أكثر من 20 منظمة وجمعية مدنية من مختلف المناطق الليبية في مهرجان التراث الليبي تحت شعار تراثنا أصل وحدتنا وأمتنا وسلامتنا طبعا تم التنسيق لهذا المعرض بعد نجاح المعرض لنظماتها مدينة تاجورا مع إخواننا في مدينة التمزين إخواننا في المجلس البلدي تاجورا بارك الله فيه ومنظمات المجتمع مدني وأهالي تاجورا ارتأوا أن يتم الإعداد لمعرض أكبر بحكم أن كانت على جانب هذا المعرض استضافة العديد من ممتلية للمدن سواء روسال مزالس البلدية وانشطاء المجتمع المدني أجواء ممتازة توضح أن الشعب الليبي الحقيقة شعب واحد كل يسعى إلى الوحدة يسعى إلى السلام كانت مشاركات كبيرة من مدن ليبيا من الجنوب إلى الجبل نفوسة إلى شط حوالي 25 مدينة بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية الهدف من إقامة هذا المعرض هو إضفاء طابع الوحدة وإرساء مبدأ السلام إلى جانب التعريف بمختلف المنتجات والمقتنيات التقليدية التي تعرف بالماضي الرائع العريق وكأنه كتاب يناقش أرشيف حياة ليبيا بالنسبة للمعرض فيه مقتنيات تراتية للمدينة فيه صور فوتوغرافية للمدينة من جميع المظاهر التقفية وجغرافية وزي اللمزيغي فيه بعض المقتنيات لترات هذه المدينة فيه الأشياء ممكن أن تشاهدها داخل هذه المعرض من الأشياء التي طبعا لحظناها في هذا المعرض للانسجام ما بين المناطق الساحل والجبل والمناطق المتفارغة كانت وإن شاء الله يدوم الودة والمحبة بيننا كل جميع التاريخ والثقافة والفلكلور الليبي الذي اجتمعت بصدده مختلف المناطق جسد هنا في تاجورة بعيدا عن التجاذبات السياسية فما أحوج الليبيون إلى مثل هذه التظاهرات التي تجمع شملهم وتذكرهم بأن ليبيا واحدة على اختلاف مسميات مدنها ومناطقها تحت شعار الإبداع طريق النجاح نظم مجلس بلدي سوق الجمعة تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ووسط حضور ثمانية من المجالس على مستوى ترابلس الكبرى وعدد من مجالس ليبيا ومشاركة من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من طلبة تعليم الأساس وقيمت مسابقة أطفال ليبيا للمبدعين في دورتها الأولى الأطفال هذه كلها تفرح تحس أن هناك أهالي فعلا مهتمة بأطفالها وهذا شيء يفرح هذا شيء يفرحك على ليبيا غضوة يعني مش ليبيا اليوم الوضع اللي يصيب عليك تشوف ليبيا غضوة حلوة في عيون أطفالها أحيا أهالي وسكان العاصمة ترابلس الذكرى الخامسة لمظاهرة الخامس والعشرين من فبراير والتي خرج فيها المتظاهرون المتظاهرون ينادون بإسقاط نظام القذافي المزيد في هذا التقرير انتفاضة أول جمعة في عهد فبراير المجيدة بالعاصمة ترابلس انطلاقتها كانت من فوق المنابر تعالت أصوات التكبير إيذانا بإسقاط النظام وعهدا أن لا تضيع دماء الشهداء خرجت ترابلس في انتفاضتها الثانية العارمة ضد القذافي في الخامس والعشرين من فبراير وبالرغم من القبضة الأمنية التي حاول أن يرهب بها أهلها ولكن هيهات هيهات فالشعب قال كلمته انطلق المتظاهرون مترجلين من جامع مراد آغا بتجرة مرورا بالطريق الرئيسي والوجهة كانت ميدان الشهداء قلب العاصمة أصواتهم تهتف بين مكبر ومناد بإسقاط النظام وكانوا عزلا من السلاح وعرات الصدور في مظاهرة سلمية عارمة يلتحم بالطوفان القادم من سوق الجمعة المنادي بإسقاط النظام في لحظات سجلها التاريخ للألوف الثائرة من رجالات العاصمة وتحت راية الاستقلال في دلالة واضحة أننا نحن الفداء وأننا يليبيا لن نخذلك لكن أن لنظام جائر لا يعرف إلا القتل أن تغيب كتائبه عن مسرح التظاهر المنادي بالحرية لتحوله لمسرح سيظل شاهدا على فضاعة جرم الطاغوت ولترتقي مئات من الأرواح الطاهرة من أهالي تجراء والسوق وفشلوم في تلك المجزرة ظن العقيد أن مشهد الدم ورائحته ستثني من عزيمة شعب المختار ولم يعلم أنه قد فاته القطار فالثوار رفعوا شعارا استقوه من صفحات تاريخهم المجيد ننتصر أو نموت استأنفت شركة الخطوط الجوية الليبية رحلاتها من مطار مصراطة إلى مطار اسطنبول وفاد الناطق باسم الخطوط الجوية الليبية سعد أبو خطوة أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية من مطار مصراطة إلى مطار اسطنبول يأتي بعد توقف دام خمسة أشهر مؤكدا أن الرحلات ستكون بواقع رحلتين أسبوعيا مضيفا أن الشركة ستعمل على زيادة عدد رحلاتها من مطار محتيقة ومصراطة باتجاه المنستير واستنبول في وقت لاحق أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري أن ليبيا لن تتأثر بتراجع أسعار النفط خلال تعاملات أمس الجمعة والتي بددت مكاسب كانت حققتها في الجلسة السابقة ليوم الخميس مع مخاوف المستثمرين من استمرار تخمة المعروض في الأسواق العالمية مؤكدا أن حجم الإنتاج لا يتجاوز 350 ألف برميل في اليوم فيما لا تصل كمية المصدر لمئتي ألف برميل يوميا حيث تراجعت العقود الآجلة لمزيج برينت العالمي تسليم شهر أبريل بنسبة 48.0% إلى 12 سنت و35 دولارا للبرميل دعا البرلمان الأوروبي الخميس إلى حضر الأسلحة عن السعودية منتقدا درباتها الجوية في اليمن فيما استنكر سفير المملكة لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحمن الأحمد القرار واصفا إياه بأنه مبني على أخطاء ومعلومات غير صحيحة مشيرا إلى أنه قد يؤثر على العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي مطالبا البرلمان الأوروبي بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ومؤكدا على احترام المملكة الكامل لحقوق الإنسان فيما يتفق مع تعاليم الإسلام وأن الإسلام خط أحمر بالنسبة لهم تعتزم سويسرا التصويت على مقترح سينال بمقتضاه كل مواطن نحو 2400 دولار شهريا بغض النظر إذا ما كان يعمل أم لا وقد وافقت الحكومة الاتحادية على التصويت على المقترح في يونيو المقبل وفي حال تم تمريره فستكون سويسرا أول دولة في العالم توفر دخلا شهريا لمواطنها دون قيد أو شرط ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل الدخل السنوي للفرد في سويسرا أكثر من 33400 دولار بمعدل 35 ساعة عمل أسبوعيا وتتميز سويسرا بكونها القلب المالي النابض لأوروبا الغربية من حيث نوعية الخدمات ودرجة سرعتها والثانية تتجلى في أعلى مستويات المعيشة غادرت بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم الخماسية السبت إلى المونستير التونسية وينتظر أن يقيم المنتخب معسكرا تدريبيا في تونس يتواصل لأسبوعين يتخلله عدد من اللقاءات الودية التجربية وتضم بعثة المنتخب الوطني 22 لاعبا سيتم اختيار 14 لاعبا منهم ليكون حاضرا في رحلة المنتخب نحو البطولة الإفريقية المنتظر إقامتها في جوهانسبورغ الجنوب إفريقية شهر إبريل القادم حيث سيلعب المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات مصر والمغرب وأنجولا بينما يتنافس في المجموعة الأولى للبطولة منتخبات جنوب إفريقيا والموزنبيق وزنبيا وتونس يعتبر يوم أمس الجمعة من أهم الأيام في تاريخ كرة القدم حيث جرى فيه انتخابات الاتحاد الدولي للعبة وتأتي هذه الانتخابات بعد العديد من الاتهامات والإقافات في الفيفا التي تبعها العالم العربي بشغف كبير حيث كان ضمن المتنافسين على منصب الرئيس عربيا هما رئيس الاتحاد الأسيوي البحريني الشيخ سلمان آل خليفة والأمير الأردني علي بن الحسين نتابع روبيرت غوليب كان أول رئيس للفيفا وتم تعيونه في الثالث والعشرين من مايو عام الف وتسعمائة وأربعة دانيال وولفل انتخب في يونيو عام الف وتسعمائة وستة في سويسرا وشغل المنصب اثنى عشر عاماً غول ريميه انتخب عام عشرين من القرن الماضي رئيساً للاتحاد في بلجيكا وبقي في منصبه حتى عام أربعمائة وخمسين رودولف سيلدرايس انتخب في الحادي والعشرين من يونيو عام أربعة وخمسين في مدينة بيرن السويسرية آرتر دراولي عين رئيساً للفيفا في التاسع من يونيو عام ستة وخمسين في لاشبونة بالبرتغال وتولى رئاسة الاتحاد لست سنوات ستانلي روس انتخب الانجليزي رئيساً في الثامن والعشرين من سبتمبر عام واحد وستين في لندن انتهت فترته عام أربعة وسبعين بعد ثلاثة عشر عاماً في المنصر جواوا هافيلانج انتخب رئيساً للاتحاد في الحادي عشر من يونيو عام أربعة وسبعين في فرانكفورت بألمانيا جوزيف بلاتر انتخب في الثامن من يونيو في باريس بفرنسا سنة الف وتسعمائة وتمانية وتسعين ولغاية الثاني من يونيو عام الفين وخمسة عشر وقد أعيد انتخابه في عام الفين واثنين والفين وسبعة والفين وأحد عشر والفين وخمسة عشر وقد تم التخلي عنه في وقت لاحق بعد مخالفات قانونية عقب شغله للمنصب لسبعة عشر عاماً عيسى حياته أصبح الرئيس المؤقت للفيفا بعد حضر بلاتر من رئاسة المنظمة تم تعيينه في أكتوبر الماضي كرئيس مؤقت جياني فانتينو كان عضواً في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وترشح لرئاسة الفيفا ليكون خليفة بلاتر تم انتخابه في الستدس والعشرين من فبراير وهو التاسع رئيس بعد بلاتر نهاية حصادنا لهذا اليوم وهذا تذكير بأبرز العنوين كوبلر يرحب ببدء المجلس الأعلى للدولة التحضير لعقد أولى جلساته وصوان يدعو كافة الأطراف إلى المضي قدوماً في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي بعد توقف المعارك مع ما يعرف بتنظيم الدولة المجلس البلدي سبراطة يعلن التخلص من بقايا التنظيم بالمدينة تبادل المحتجزين بين قبيلتي أتبوة وطوارك برعاية القوة المحايدة في أوباري قدمنا لكم الحصاد الإخباري من قناة ليبيا بانوراما إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر